ولسه كلامنا عن رياضة مستمر المنافسة مشتعلة دلوقتي في الدوري المصر الممتاز سواء على القمة بعد فوز بيرامدز على النادي الاهلي بهدفين وقدر ان يحافظ بيهم على المركز التاني بالإضافة إلى فوز الزمالك على غزل المحلة بهدفين عشان يحافظ على قمة الدوري الممتاز وعشان تكون المنافسة قوية في الدوري مش بس بين فريقين زي ما احنا متعودين لا فيه ثلاث فرق دلوقتي وبالشكل ده طبعا ضمنين أن فيه منافسة حد آخر الأسابيع في الدوري الممتاز أما بالنسبة للجدول من الآخر فقدر الإسماعيل أنه يبقى شوية عن آخر الجدول بعد فوزه على فيوتشر بهدفين وعلى الناحية التانية عندنا أبطال أبطال مصر في كرة اليد اللي بيواصلوا الانتصارات والزحف نحو اللقب الأفريقي بعد الفوز على تونس كانت مباراة صعبة جدا صعدوا للنهائي لمواجهة كابفيردي في مفاجأة طبعا مفاجأة البطولة يوم 18 خلونا نتكلم أكتر مع ضفنا ناقد أرياضي سيستار رمضان اللي مشرفنا صباح الخير عليك سيستار صباح الخير صباح الخير صباح الخير سيستار يا أهلا بحضرتك نبدأ بأبطالنا في كرة اليد عملوا مباراة تقيلة مبارح يعني لو جينا قرناها ما بين مباراة تونس ومباراة الجزائر لأن مباراة تونس كانت المباراة الأصعب والأقوى لكن كانوا ندعنيد لحد النهاية كمان وما كانوا أقصى ترتيزا طبعا منتخب اليد دايما المباراة اللي بتبقى مع الدول العربية خاصة تونس المنافسة بينك وبين تونس واليد قوية جدا وقتلاقي كل المباراة اللي ما بينهم وبين تونس بيبقى فيها الندية والقوة وفرقة بتتقدم وإحنا بنرجع إحنا بنتقدم وهم بيرجعوا الحقيقة منتخب تونس قوي جدا من المتخبات القوية جدا منتخب الجزائر برضو عملنا معها شغل كويس جدا واللقاء كان مميز لكن التلاتة اللي معانا اللي هم في الدول العربية هم أقوى الفرق في المجموعات كلها سواء الجزائر المغرب تونس دول الأقوى والمنافسين اللي انت طالما انت مريت منهم يبقى البطولة دي بتاعتك يعني المتش اللي جاي بالنسبة لك سهل جدا طالما وصلت متش النهائي يبقى البطولة بقت خلاص في متناولك أهم حاجة تتعامل مع النهائي إزاي حتى لو ما كان مع كاب فيردي أو الرأس الأخضر اللي عملت مفاجأة فبالتالي هو التعامل بقى والهدوء لأنك انت أحيانا بتوصل للمباراة النهائية وبتفقد تركيزك زي ما شوفنا في علعاب البحر متوسط مع إسبانيا مثلا تفقدت تركيزك في آخر دقايق فخسرت المباراة التركيز ده هو اللي بيخليك تقدر ترجع للمتش وتقدر تكسبه فريق اليد الرحية عمل شغل جدا عدد من المحترفين كبار جدا وقتار جدا في كل رحية العالم باروندو مدرب كويس جدا بيقدر يتعامل مع البطولات بشكل كويس صحيح هو بنص الوقت لكن هو في المنتخب بما يبقى عنده بطولة مجمعة بيبقى مركز معاه مدرب فاهم كويس قوي بيقدر يغير النتائج بتاعته بشكل كويس فبالتالي انت قدام منتخب بيشتغل بشكل صح حتى اتحاد كرة اليد رغم أن فيه لجنة هي اللي بتديره لكن اتحاد بيشتغل على المنتخبات بتاعت اليد بشكل صحيح طلع ناشئين كتير بيطلع بيعملوا معسكرات النجاحات اللي حققها منتخب اليد إن كان كبار أو ناشئين دي نتاج رؤية ونتاج خطة واضحة وثبتة منها على سبيل المثال زي ما حضرارك كنت بتتكلم فكرة إنه لو أي لعب جاله عقد احتراف بيطلع على طول يعني مش بنتكلم في مصلحة أندية احنا بنتكلم في مصلحة لعبين ومصلحة منتخب لو طبقنا الاستراتيجية دي على الرياضات التانية هنشوف فرد السؤال شرير سؤال صعباني شوالي سؤال شرير قوي يعني بصي إحنا بنفتقد في الاتحادات التانية مبدأ الإدارة العلمية بمعنى إيه في اتحاد اليد هو حط استراتيجية الاستراتيجية دي هو بيشتغل عليها ما بيهموش بقى الوقت اللي هياخده قديه أنا حط استراتيجية أن أنا هبني منتخبات قوية فبيتعامل مع الاندية وبيشتغل معاها عامل دوري قوي جدا زي برضو اتحاد السلام عامل دوري قوي جدا فانت النهاردة الدوريات دي بتنتج لك ناشئين كتير بتنتج لك لعبة كتير فبيفتح الطريق للإحتراف ما بيقفش مع النادي على سعر اللاعب يعني ما بيجيش النادي يقول لي ايه أنا عايز مليون يورو مثلا اي لعب بيجيله فرصة احتراف في نادي بره بيطلعه ان شاء الله حتى بمئة ألف يورو فبالتالي بتلاقي عدد المحترفين والاحتكاكات في الدول الأوروبية كتير رجع المنتخب يلعب بخبرته بالضبط ما هو اكتسب الخبرة دي فبيفيد المنتخب ده احنا مفتقدينه بقى في الاتحادات التالية بقى عندي خبرة والناحية التانية باقترب أبطال تانية فبعندي ناشئين عندي عدد لعيبة وكمان عملك ناحية اقتصادية قوية جدا وكمان عملك دعاية قوية جدا وكمان تواجدك في الدوريات اليد العالمية مع اندي بيفيدك ان انت يبقى بترجع المنتخب بيبقى عندك لعيبة قوية جدا لعيبة بتستحمل الضغوط لعيبة ممكن تلعب بطلطين في وقت قريب بدون ما تنهار بدنيا زي كده طلع من العاب البحر المتوسط دخل على بطلط أفريقيا فبالتالي هنا هو ده خبرات الاحتراف اللي هو اكتسبها والتواجد في الدوريات والاحتكاكات مع فرق قوية لكن الاتحادات التانية ما بترسمش الاستراتيجية دي هي مرة تقولك انا رايحة اشتغل برتغالي مرة لا انا اشتغل ألماني لا انا مرة لازم يبقى معايا مصري فبالتالي هو مش عارف فانا محتاجين حد زي كابتر حسن مصطفى كده اه دكتور حسن مصطفى طبعا اه حاطت الخطط دي من زمان من أيام ما كان هو رئيس الاتحاد المصري كرة اليان حقيقة بينسب ليه الفضل من أيام ما كان هو رئيس الاتحاد المصري في وضع الخطط دي على مستوى سنين طويلة فأيامه احنا سيطرنا على كل البطولات حتى كاس العالم اليد احنا وصلنا فيه كتير بعده برضو هو ايده موجودة في الموضوع باعتبره استحاد الدولي فحاطت خطط الخطط دي خليه دلوقتي رقم واحد في أفريقيا بتاخد وقت فعشان كده هم يحتاجين صابر شواء بتصنع لعيب صناعة لعيب من السهلة زي ما احنا بنقول صناعة بطل من السهلة صناعة البطل ده ليه مقاومات واستراتيجية على بعيدة المدى يمكن انا كلمت في القصة البطل دي سواء في كل الألعاب ان اللي ناجح فيها الغد الوقتي قطاع البطولة في القوات المسلحة هو اللي ماشي على استراتيجية واضحة وعمل لنا أبطال كتير فبالتالي انت هنا في اليد نموذج طبقوا بقى زي ما تقول جمانا كده على بقية الانتحادات هيبقى عندك منتخب قرط قدم قوي جدا هيبقى عندك منتخب سلة قوي جدا ومحتاجين اللعبة اليد دي بتيجي المرتبة التانية بعد قرط القدم فمحتاجين عادة انتشار لها كوي زي السلة السلة بتيجي اللعبة شعبية التالتة فالسلة أسهل اللعبة ان انت تنشرها في كل مكان في مصر أسهل اللعبة ليه؟ لانه طوق وكورة فممكن تلعبها في الشارع ممكن تلعبها في التجمعات ممكن تلعبها في أي مكان مش كويس تنظفيه وتعملي مجرد تخطيط زي الأمريكان كده ما عاملين في أي مدينة في أمريكا في العمارة من تحت بيبقى في طوق وكورة حتى تأمنوا الكورة مش كيف فممكن تنشرها في مصر كلها وتعملي أبطال زي ما انت كده احنا عقولك على حاجة مثلا احنا احتفينا بسانت حميدة ليه كاللينا عندنا أول عدقة في تاريخ مصر أول وأول بنت بتجري مئة متر ومئة متر وتاخد مدليتين فانت ده ما حصلش في تاريخ رياضة في مصر فانت محتاجة مئتين بسانت ومحتاجة مئتين قبل ما نحط استراتيجية وقبل ما نحط خطة وخطوات لازم يكون فيه الفكر نفسه القرار نفسه أي وما هو اتخاذ القرار من رئيس الاتحاد لازم يبقى هو عنده الاستراتيجية الواضحة أننا هلعب بالطريقة دي هعمل منتخبات خلي بالك المنتخبات دي نتائج الأندية طالما الأندية والدوريات قوية بينتج لك منتخب قوي طالما اللعيبة نفسها الكواليتي بتاع اللعيبة باخده واشتغل عليه وابدأ أصدره فكرة تصدير اللاعب المصري للخارج اللي احنا مفتقدين لغاية دلوقتي هو ليه ما عندنا شأل محمد صلاح واحد مرموش مثلا واحد هتلاقي لنا واحد في كل حتة بس الأشهر من محمد صلاح لأنه هو اشتغل على نفسه وانا صدرته المقولين باعه وهو صغير هو بدأ يطور نفسه فبدأنا نشوف منتج نشوف محمد صلاح عمل دعاية لنا قدي ويشتغل على نفسه قدي فبالتالي احنا محتاجين فكرة تصدير اللاعبين للخارج في اليد وفي السلة وفي القدم وفي كل حاجة لانك انت هنا انت المستفيد كمنتخب انت المستفيد اقتصاديا انت المستفيد سياحيا يعني ايه هو لازم يبقى ناتج في الاقتصاد المصري بشكل واضح وده احنا مفتقدينه في الفترة فمحتاجين الرؤية دي تبدأ نشتغل عليه عظيم قبل ما ننهي الكلام بقى عن ابطال كرة اليد المباراة اللي جاية هتكون اسهل مباراة تونس لا مش بالطريقات يعني برضو كافير دي عندها طموح فريق قوي بيلعب دفاع قويس جدا عنده حرص مرمى كوي بيلعب على اجناحة بشكل واضح انت اقوى منه اه خبراتك لعبتك لكن لازم تركز في المباراة لازم ما تفقدش اه عندك احسن حراص مرمى خلي بالك حرص مرمى في كرة اليد ده هو تسعين في المية مش هقولك لا تسعين في المية من الفرقة لان اي انقاذ هو بيعمله بيدي لك فرصة احراز هدف وبيمنع عنك هدف فبالتالي اه انت عندك العناصر دي لكن ما تفقدش او ما تخشش المباراة واثق من الفوز انت تخش المباراة باعتبارها مباراة نهائية زيها زي ماتش تونس هتلعب لاخر ديها انت محتاج ان انت مش شرط ان انت تتقدم بعدد كبير من النقاط انت تحسن مباراة لصالحك لابد التركيز في كل نقطة والتركيز والارتداد السريع وتمنع كافيردي من التزديدات وتلعب دفاع بشكل صح واول الارتدادات وقطع الكرة يبقى ما ترتكبش اخطاء لان احنا حتى مباراة احنا ارتكبنا جازة خطأ قدام تونس كلفنا كتير فبالتالي دي مباراة محتاجة منها التركيز جامد وتتعامل مع كافيردي اكنها تونس واكنها اسبانيا لكن ما توطعش فرق السكور مثلا في الاجوال زي ما شفنا مثلا مصر والجزارة في اليد بالذات مش شرط ان انت تاخد سكور كبير المهم ان انت تفوز بمروض حقق الهدف بتاعك وانت حققت نص الاهداف انت وصلت بطولة عالم لكن يتبقى الفوز بطولة لنا على ارضك وانت فريق قوي لابد ان انت تفرض هبتك يتيح يا زي انت كنت تتكلم يعني حتى بالرغم من الاخطاء اللي شفناها مبارح لكن احنا يعني الحمد لله وماشاء الله بقى عندنا ثقة في منتخب اليد كبيرة جدا جدا بنبقى حتى متأكدين ان وقوع اي خطأ عارفين انه هيتم تدركه بسهولة لا الاخطاء بصي في اللعبة نفسها اثناء المباراة دي بتحصل طبعا يعني ايه انت لعب يندافع لعب يرتكب خطأ مع مهاجم بياخد طرد دي دي عادي جدا لكن انت في مجمل المباراة انت قادر ان انت ترجع في اي وقت وقدر ان انت تحريز وقدر يبنوا عندنا احنا ثقة مع ان احنا ممكن اللعبة الشعبية عندنا هيكرة القدم لكن قادروا دلوقتي يبنوا عندنا ثقة كبيرة جدا بالعكس احنا نتكلم انه هذا النموذج وهذه تجربة لمنتخب اليد المصري احنا نتمنى ان التجربة تتعامم في باقي الاتحادات وفي باقي الرياضات احنا نبارح احنا نبارح في مطش الاهلي وفي مطش اليد فانت باقي تتقلبي ما بين لي اتنين ما كانش بيحصل قبل كده اه تروح شوية مع اليد تشوفي التفوق انت وصولتين فين وادائك ايه وفي نفس الوقت ترجعي تتابعي بعد كده المباراة لكن انت كان اهتمامك باليد لان اليد طبيعي زي ما انت تقول لي كده هو اللعبة الشعبية التانية وكمان الجمهور حبيبها يعني الجمهور المصري بيتابع يعني ما يبقى فيه مباراة لمنتخب مصر وده من حماس اللعيبة انا لما شوف اللعب بيلعب بحماس وفي دائية وبرجولة في الملعب هحب اللعب وكمان انت عامل نجوم يعني بكار مباراة عامل شغل كويس جدا اللي هو الجناح عامل شغل كويس جدا لا اسامي كتير يعني زي ما حدتكنا فيه لعبة جديدة داخلة فيه ممكن فيه كل فريق مثلا انا هنتكلم ممكن نفتكر انه نقول اسم لعب او اتنين لا ما شاء الله احنا منتخب اليد لا حفظين كتير يعني 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 حفظين اسماء وعارفين لعبة بالشكل هو صحيح علي زين اشهرهم عشان شعرهم لا يعني انت حفظة اسماء ويحيات درع والأحمر يعني لا لا آنت الدرع دي مسيطرة على اليد وممدوح حاشم وسيف وكريمين داوي وكفايير نعرفين حتى اسامي يعني التلاتة حراس المارو يعني احنا حد حفظين اسماء الثلاتة اللي بلعبوا دا انجازكي بزبت لا دي اسماء لماعة هم نجوم اليد بنفس نجوم كرة القدم على النجومية وفيهم ابطال كتير فان شاء الله يوم الماتش الجاي مع كاف فيردي هيعمله شغل كويس وانا احتفل بالبطولة لانه هم عندهم الحماس والاسرار ولعبة يعني التجهيز النفسي بتاعها شكله سليم فبالتالي بيقدوا كمان مع وجود الجمهور والحافظ اللي هو عارفه ومش في المدرجات والجمهور دا من التلفزيون وبيتابعه دا بيدي له حماس اكتر وبيحاول ان هو يفوز بالبطولة وببان في الاداء وفي الشكل وفي شكل اللاعب هو نازل والحماس متاع الاحتياطي بره وعب التغيرات دا اوضح هي التجربة كلها على بعض يعني الحقيقة زي ما يقولها هي نموذج يحتذى بي